نتكلم عن صفقات نادي الزمالك الجديدة من ضمن طبعا سامسون بس ايه رأيك نروح نستعرض الحالات انا خايف في الوقتي يبطل و احنا عندنا حاجات كلام كثيرة قوي النهاردة جميل ايه رأيك نتكلم على حالات نادي الزمالك النهاردة نشتاق نبتاني نهاردة حالاتنا الاول حالات بتاعت الحجمات بتاعت فرقة المحلة وانه تاني مع تغيير الشكل فريرة وعاد تاني رجع تاني ليه تلاتة في الخط الخالفي تلاتة في الخط الخلفي فيها مستين رقم واحد ان انت بيعملك عملية تحرير للظاهيرين بيتقلبوا من اسمهم زهير ايمن وزير ايسر الوينج باكس وينج باك ناحية اليمين ووينج باك ناحية الشمال ده الطبيعي طيب هل دات عمل الشوط الاولاني تكلم فيها محمود وقال انه لا كان فيه مشكلة طب نرجع بقى للمهمة الاساسية انه عندي تلاتة في الخط الخلفي دول مفروض يعملوا عمق دفاع طب تعالوا نشوف دفاعات الزمالك طيب الحالات يرجالها يلا نبتلين نشوف حالات الدفاعات الزمالك وبنتكلم طب هم بيجهزوها دلوقتي طيب لما بلعب بتلاتة في الخط الخلفي والراجل لجأ بتلاتة بعد ما لعب باربعة في مباراة الاهلي واستقبل تلاتة اهداف رجع تاني للطريقة اللي الناس كانت بتطالب بيها انه انت لعبت بيها السيزن اللي فات وانت عندك نقص في السكواد وقدرت تاخد بيها الدوري وقدرت ان انت ترجع من بعيد بعد ما كان الاهلي متقدم على جدول الترتيب وقدرت تعمل ده بوجود ثلاثي في الخط الخلفي والاثنين الوينج باكس طب هل لما الراجل رجع بيها النهاردة هل ده معناه انه بيغير قناعته ده سؤال مهم بنفس السكواد؟ لا بسكواد اقل سانة اللي فاتت الزمالك كان بسكواد اقل كتير فهو جات مع الطفرة اندغوت كتقليلة عليه الراجل كان جاي ومش مطلوب منه حاجة لان جماهير الزمالك كتعارفة كويس جدا جدا وقتما تولى فرارة المسئولية انه الشورت جي في السكواد بسبب ايقاف الزمالك بعد الفترتي قيد انه اقصى الامال والطموحات انه ياخد البطاقة التانية المؤهلة الدوري ابطال افريقيا ويتأهل ثانيا على جدول ترتيب الدوري العام لكن الراجل عمل اقصى من الستاندر او اللي كانت الناس متوقعة ومستنيا منه فبالتالي الراجل خد الكريدت ايه اللي حصل السيزن ده هو انفراط العقد رغم انه زمالك دم 11 لاعب في مركاته الصيف ودعم معظم الاماكن وارد جدا طب العدد هنا ما احنا نقول برضو هل المنضوع كمن ولا كيف المشكلة الاكبر بالنسبة للزمالك هي في صفقات الاجانب هي اللي كانت فيها مشاكل كبير في الكواليتي لكن بالنسبة للمصيرين هو دم افضل المتحين في الاماكن اللي عنده فيها مشاكل دم افضل المتحين من القماش اللي قدامه لكن المشكلة كلها كانت في الاجانب بكلفة بريماني داي سامسون اكا نولا زكريا الوردي لا جديد لم يقدموا اي اضافة لنادي الزمالك بنتكلم على انه الجزيري اللي مستوى المتراجع بشدة الموسم الحالي ويمكن واحد من الاخطاء اللي عملها في الرراء انه اواق كتير كان بيقعدوا رغم انه كان راجع بحالة جيدة مع المنتخب التونسي في كاس العالم وقبل كاس العالم كان بيمر بحالة جيدة لكن الراجل كان بيقعدوا كتير اتنين هو حمزة المسلوسي اتنين اللي عيب هم اللي موجودين وبيشتركوا حتى ولو كان في تزبزب احيانا في بعض المستوات وان كان حمزة المسلوسي بيقدم موسم المفرق انه الموسم الحالي كما انهى الموسم الماضي لكن بداياته مع فريرة ما كانتش جيدة ابدا لكن الراجل مستوى او الثبات في مستوى افضل كتير حمزة المسلوسي